ازاي نتعامل مع شخص عنده اعاقة اداب التعامل او اللياقة معناها ازاي نتعامل مع الاخرين باحترامه بطريقة ايجابية لماذا نشير الى اداب التعامل مع الاشخاص زو الاعاقة بالذات في بعض الاحيان قد تزعجنا اعاقة الشخص او تجعلنا نتوتر او نشعر حياله بالشفقة او بالخوف او نظن انه عاجز عن القيام باشياء معينة فنتصرف بحرج او بطريقة غير ملأمة اهم نقطة ان نتذكر دائما ان الشخص اللي عنده اعاقة انسان اولا وكمان يقدر يعمل حاجات كتير ونتناول هنا بعض هذه الجوانب من اللياقة في التعامل مع الاسئلة الشائعة المتعلقة بهذه الجوانب ازاي يسلم على حد عنده اعاقة اعاقة بصرية مثلا او اعاقة في دراعه رحب بالشخص اللي عنده اعاقة زي ما بترحب بأي شخص تاني سلم عادي باليد وممكن لو ما مدش ايده بسبب مشكلة في دراعه انك تغبط على كتفه تخبيطة بسيطة لو الشخص عنده اعاقة بصرية اتكلم وانت بتسلم عليه وقول اسمه لو انت عارفه عشان يعرف الصوت جاي منين ويمدي ايده هو كمان ازاي يتكلم مع حد عنده اعاقة وجه كلامك للشخص اللي عنده اعاقة مش لمرافقه حتى لو المرافق ده مترجم لغة الاشارة وحتى لو الشخص ده عنده اعاقة بصرية ومش شايفك لو وجهت له الكلام هيعرف الصوت جاي منين ويبصلك لو الشخص عنده اعاقة بصرية اتكلم بنبرة صوت عادية هو سمعك كويس حتى لو مش عارف يشوفك فما تعليش صوتك زيادة وانت بتكلم شخص جالس على كرسي متحرك لازم تبقى في مستوى نظره يعني ما تبقاش واقف طول الوقت وهو قاعد لان ده متعب له لو انتوا اكتر من شخص في الغرفة لازم تعرفوا نفسكم بترتيب الجلوس عشان يكون واضح للشخص اللي عنده اعاقة بصرية ولو شخص يسيب الغرفة لازم يقولوا انه خارج خلي بالك لو بتستعمل حركات اليد مع شخص عنده اعاقة سمعية وانت لا تجيد لغة الاشارة فخليها حركات طبيعية بتشرح اللي بتقوله عشان تسهل عليه فهمك وخد بالك ما تخليش ايدك تخبي وجهك لان كتير من اللي عندهم اعاقة سمعية بيعتمدوا على قراءة الشفاء لو بتتكلم مع شخص عنده اعاقة ذهنية استخدم جمل قصيرة واستخدم اشارة مع الكلام بتدل على معناه عشان تسهل عملية الفهم لو الشخص اللي عنده اعاقة تكلم وما فهمتش كلامه ما تعملش كأنك فاهم لان ده فيه اللي تحترام لي اسأله انت قصدك ازاي يساعد شخص عنده اعاقة ما تفترضش ان الشخص اللي عنده اعاقة محتاج مساعدة فتعمل حاجة من غير ما تسأله ممكن تضره لو عايز تساعده اعرض المساعد عليه الاول واحترم قراره بالموافقة او الرفض ولو موافق اسأله تحب ساعدك ازاي؟ لو انت عارف ان الشخص اللي جاي في المقابلة عنده اعاقة حركية اتأكد ان مكان المقابلة مناسب وانه ممكن يوصله بالكورس المتحرك او العكاز ولما يدخل خلي مكان جلوسه قريب للباب عشان تقلل عليه الجهد البدني في الحركة لو عايز تساعد شخص عنده اعاقة بصرية انه يتحرك من مكان لمكان اعرض عليه انه يمسك دراعك احسن منتا اللي تمسك دراعه وتشده ايه التصرفات الخاطئة اللي لازم اتجنبها؟ ما تبلغش في اظهار مشاعر يمكن فهمها على انها مشاعر عطفة او شفقة ما تقولش تعبيرات تدل على انك مستصعب ازاي وصل لكده لان ده بيدل على انك بتقلل من مهاراته بدل الكلمات دي بكلمات اعجاب وتشجيع لمواجهة التحديات ما تتكلمش مع الشخص زي الاعاقة على انه طفل ما تنساش الحدود الشخصية للشخص اللي عنده اعاقة وتمسك الادوات والاجهزة المعاونة له زي الكرسي او العكاز او تحركها من مكانها من غير ما هو يسمح لك لانها جزء لا يتجزأ منه ما تفترضش ان في حاجات هو ما يقدرش يعملها من غير ما يكون عندك دليل على كده او من غير ما تكون سألته تجنب المصطلحات والمسميات الخاطئة التي تثير الشفقة او تشير الى عدم القدرة او اللي بتستخدم للسخرية او اللي عفى عليها الزمن زي عاجز اعمى اطرش اخرص غبي واستخدم المصطلحات الصحيحة والمقبولة بالفعل الافناع الا انهم لنف sob بقبي اذا لنفذر حترك انتخدم المصطلح الاعند اي penalty انتخدم المصطلح